لو اتكلمنا عن شخصيات المزوط أو شخصيات الميلاد اللي هي شهدت وشافت الميلاد خلينا في البداية نتكلم عن الرعاة والمجوث حقيقة في مقابلة جميلة قوي بين الرعاة وبين المجوث ويمكن أنا ده مكتوم في سؤال واحد لإني بالتأكيد كان رب المجد هما طبعا الاتنين بالتأكيد ما كانش في وقت واحد وهنعرف دول كانوا إمتى ودول إمتى لكن ليه دايما بيرتابط الرعاة والمجوث لما حتى حد بيتكلم بيتكلم عن الاتنين مع بعض يمكن الشخصيتين دول بيمثلوا قطبي العالم أو قطبي البشرية أو القطبين الاجتماعيين في البشرية كلهم اللي هو الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة الأمم ويهود الأمم وشعب الله اللي هو اليهود العظمة والفقر يمثلوا العلم والبحث العلمي وكل ما هو يعني مثقف وخلافه ويمثلوا الطبقة البسيطة المجوث كانوا ملوك وكانوا علماء فلك يعني هو غنى وعلم فالحكمة الإلهية يمكن أخذت المثالين دول مجوث ورعاة أمم وشعب الله علشان يبقى فيه فعلا شمول لكل البشرية وكل المجتمع بكل طبقات ليه ربنا اختار الرعاة علشان يبشرهم الأول الرعاة نفسهم ويمكن بعض الأباء بيقولوا أن نفس الاتنين يمكن ممكن يكونوا يعني ربنا اداهم البشرة في نفس اليوم لكن الرعاة لأنهم كانوا قريبين من المجوث راحوا لكن القريبين من المزود لكن المجوث كانوا بعيد قوي فأخذوا شهوره عبال ما وصلوا لكن ليه الرعاة في الأول يمكن الرعاة في الأول لأنه زي ما قلنا هما بيمثلوا أهل البيت وفي نفس الوقت ببساطتهم خلتهم يتقبلوا كلام الملاك بسرعة عشان كده الملاك ظهر لهم والملاك كلمهم وهم تقبلوا كلام الملاك بكل سهولة بدون غموض وعلى طول قبلوا البشرة دي وراحوا يشوفوا في المكان المزود مش كده وبس ده الملاك كمان كفقتهم ويقعدوا ترنم معاهم وتقولهم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة وده ما حصلش ممكن مع المجوث الرعاة بكل بساطة راحوا بالروح القدس أكيد عرفوا طريق المزود ودخلوا زي ما يكون أرايب بتزور بعضيها زي ما يكون أهل البيت رايحين لنفس البيت وعارفين الأشخاص اللي جوه في بساطة كاملة ما ذكرش الكتاب المقدس أن هم قدموا هدايا لكن أعتقد أن هم برضو كان معهم حاجات بسيطة كده قدموها يمكن ربما مثلا قدموله لابن عشان العادرة مريم لحمة مثلا ربما قدموله حمل صغير كإشارة أو كرمز أنه هو الحمل بالضبط وهم كرعاء بيرمزوا برضو بيرمز سيد المسيح الرعاة وكمان بيرمزوا الرعاة دول لخدام المزبح أنه خدمة بسيطة جدا الإنسان فقط يذهب إلى الكنيسة ويصلي على المزبح عمل زي الراعي كده ويقدم الحمل طبعا ما هو الحمل بيشير فعلا للزبيحة اللي موجودة على المزبح لكن في النهاية الرعاة ببساطتهم تقبلوا السيد المسيح وهو فرح بيهم وهم ظهروا السيد المسيح في أول يوم أو في أول لحظة لولدته هم راحوا فعلا لما الملائكة ظهرت لهم راحوا مباشرة إلى المزود وظهروا المسيح ودي كانت بركة عظيمة فالرعاة هنا بيمثلوا الخدام اللي بيقدموا فيه بساطة يمثلوا خدام المزبح يمكن أكتر من كده أفتكر المقولة على طول اللي بتقول بينما يتصابق العلماء والفقهاء في بحث يمكن نواحي اللهوتية وخلافه يكون الكثير من البساطاء زي الرعاة مثلا سبقوهم إلى الفردوس فعشان كده ربنا ابتدى بالفقراء ابتدى بأهل البيت ابتدى بشعب الله ابتدى بأقاربه وبالطبع اللي هو جاي علشانها في البداية وهم الرعاء اللي قبله السيد المسيح بكل سورة